السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرة خير دايما البنقادم لم يكون متفائل الايام اللي جاية هيفرح او نسمع اخبار مفرحة بوصول منتخباتنا العربية لكاس العالم ربنا بيد دي رسائل كده انا فاكر في كاس العالم 2018 انا ما كنتش مبسوط من القيمة ومن اداء منتخب مصر وكنت فعلا كتبت على صفحتي على فيسبوك قلت منتخب مصر هيرجع صفر النقاط وفعلا رجعنا صفر النقاط كنت مش راضي عن مستوى المنتخب في 2018 وسبحان الله ربنا بعت لي رسائل انا حستها اصابة محمد صلاح في المطش النهائي في الشامبزليج البطول الشامبزليج مع ريال مادريد لو تفتكره دراعه اتخلع ملعبش اول مبارا في كاس العالم ففي رسائل بتوصل احنا بنحسها ربنا سبحانه وتعالى برضو لما انا قلت ان الجزائر هتوصل كاس العالم بعد ما قلت كده وعملت فيديوهات ان الجزائر هيوصل كاس العالم وهو افضل من الكاميرون بعد ايام من كلامي يعني بعد ما انا ما قلت اه غيروا المدرب الكاميرون فدليل ان هما مش راضين على اداء المنتخب شايفين المنتخب ضعيف مع المدرب البرتغاري فغيروا فدي رسائل النهاردة عرفت خبر طبعا نتمنى الشفاء لاي لعب على وجه الارض اي لعب كاميروني جزائري سنغالي مصري اي لعب نتمنى له الخير والشفاء كورة القدم بتعلمنا الروح العالية ما تعلمناش احنا نتمنى ان الخصم بتاعنا هيتصاب لا نتمنى له الشفاء ونتمنى انه يرجع سريعا ان شاء الله فيه لعب من اهم اهم لعيبة في الكاميرون في بطولة افريكيا انا اتفرقت على الكاميرون اربع مباريات تسعين دي حللتهم كان عجبني جدا ومن هو اللي بيطبخ اللعب هنقول ابو بكر ابو بكر ده هداف هو يعني بيستنى قوارة عرضية وهداف عنده خبرة وهداف كبير لكن اللي بيعمل كل شغل الكاميرون هم اثنين لعيبة رقم ثلاثة بيبقى عالطار في الشمال واي كانبي عالطار في اليمين وخلي بالك ما بيقافوش في مكانهم بيبدالوا بقى يتحركوا بيعملوا ازعاج هم اللي بيعملوا ازعاج هم اللي بيعملوا شكل لمنتخب الكاميرون اي كانبي ونغمالو او نجمالو اللي هو اللعب اللي اصيب اللعب اصيب من ايام وقالوا ان هو خلاص بيلعب في الدور السويسري ان هو مش هيلعب في مطشين مع الجزائر انا دي مشرة خير ان بصراحة ان منتخب الكاميرون بيتوقف لعبه على الاتنين اللعيبة دول رقم اتناشر اي كانبي ورقم ثلاثة اللي هو مش هيلعب ولا هو مصيب انجامله لعيب محواري لعيب رائع ممكن في بداية المطش تلاقيه المكان اللي بيلع فيه بليلي ممكن تلاقيه في المكان اللي بيلع فيه محرز في الحتة الهجومية هو عامل خطورة غير طبيعية ومن الناس الاساسين وحريف جدا حريف احرف لاعب جوه الطمطش لكن اي كانبي يجي في الخطورة اعلى منه اي كانبي اعلى منه هيلعب اي كانبي رقم اتناشر لكن عدم وجود رقم ثلاثة نغامله صدقوني خسارة كبيرة لمنتخب الكاميرا خسارة كبيرة لمنتخب الكاميرا ودي في صالحنا الحمد لله نتمنالوا الشفة باذن الله تعالى بس يخف بعد اسبوعين كده ان شاء الله عشرة ايام يكون المطشين خلصوا انتظرونا النهاردة في فيديوهات هنشرح على الصبورة في فيديو هنشرح على الصبورة ازاي التلات منتخبات تونس والجزائر والمغرب برا ملعبنا ازاي نلعب ازاي نلعب في الملعب احنا اتفاقنا لازم نحترم الخصم طب هنحترم الخصم ندافع لا ازاي بقى ندافع وازاي نهاجب ده هنشرح على الصبورة فيديو لذيذ هيعجبكو ان شاء الله اعمل لايك للفيديو وشارك في القناة شكرا